الدنيا مهما طالت فهي قصيدة ومهما عظمت فهي حقيقة سيأتي اليوم الذي ستمجد فيه على فراشك تريد أن توجع الصغير فلا تستطيع تريد أن توجع الكبير فلا تستطيع حيل بينهم وبين ما يشتهون ليت شعري كيف يكون الحال في تلك الساعة يوم تشخف العينان وتبرد الأطراف واليدان وتلتب بالساقان تريد أن تتكلم فلا تستطيع تريد أن تقول فلا تستطيع وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فاتقوا الله عباد الله ابكوا على أنفسكم قبل أن يبكى عليكم وحافبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا احملوا أنفسكم على الطاعات قبل أن تحملوا على الرقاب استعدوا للموت قبل أن ننادي بأعلى الطوت رباه يرجعون فلا يستجاب لنا لثاعة تجلس تحاسب فيها النبخ خير من أيام وساعات تفدر فيها الأعمال نعم أيها الغالي لا بد من الرحيم طال الزمان أو قطر سيأتي ذلك اليوم الذي تتوجع فيه الحياة لكن قل لي بالله كيف سيكون الحال عند ساعات الرحيم الذي أخر الناس عن التوبة طول الأمل الذي أخر الناس عن التوبة والصدق والاستعداد بالآخرة طول الأمل ولقد قال الله عنهم ذرهم يأكلون ويتمسعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون الكل سيموت إلا ذو العزة والجبر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الكل سيموت لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون ولأن الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخل فإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائق في الموت الكل سيموت إلا بالعزة والجبر اتق الله عباد الله اتق الله عباد الله فالعمر مهما طال فهو قصير والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة اكثروا من ذكر هذه من لبزان ومفرق الجماعات هم يسلم البنين والبنات دور القبور فإنها تذكركم تذكركم الآخرة أكثروا من مجالة الذكر فإنها تحيي القلوب يا رعاة الله فإذا قف القلب فلابد من الإكتار من ذكر الله وتذكر الآخرة وتذكر الموت وتذكر النهاية يا أيها الذين آمنوا اتق الله والتنظر نفسهم ما قدمت لغد واستق الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العسل العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العسل الكريم بها نحيا وبها نلقى الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم هون علينا الموت والذكراته والقبر وظلماته والسؤال وشدته والقبر وضمته ويوم القيامة وكرباته اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تطلحون